في هذا الفيديو سنحاول إيجاد النهاية عندما يخترب x من 0 ل1 ناقص cosx على x وذلك علماً أن النهاية عندما يخترب x من 0 لsinx على x تساوي 1 حتى تتمكنوا من إيجاد قيمة النهاية حاولوا أولاً أن تبسطوا هذا التعبير وذلك بضرب البسط في 1 زائد cosx والمقام في 1 زائد cosx والآن يمكنكم أن تكتبوا النهاية في الصورة التالية النهاية عندما يخترب x من 0 ل1 ناقص cosx ضرب 1 زائد cosx يساوي 1 تربيع وهو 1 ناقص cosx تربيع x وفي المقام يصبح لديكم x ضرب 1 زائد cosx وفقاً لمتطابقة في ثاغورس 1 ناقص cosx يساوي sinx وعليه هذا يساوي النهاية عندما يخترب x من 0 له بدلاً من sinx تربيع x اكتبوا sinx ضرب sinx والآن يمكنكم فصل حد في البسط مع حد في المقام أي يمكنكم فصل sinx الأول وتقسيمها على x ويصبح لديكم sinx على x ويمكنكم فصل sinx الثاني وتقسيمها على 1 زائد cosx إذن ضرب sinx على 1 زائد cosx إحدى خصائص النهايات التي تعلمتموها هي أن نهاية حاصل ضرب تعبيرين يساوي حاصل ضرب نهاية كل منهما وبتطبيق هذه الخاصية تحصلون على النهاية عندما يخترب x من 0 لsinx على x ضرب النهاية عندما يخترب x من 0 لsinx على 1 زائد cosx وفي بداية الفيديو قلنا أن النهاية عندما يخترب x من 0 لsinx على x تساوي 1 كما تلاحظون عندما يخترب x من 0 فإن البسط يخترب من الصفر وعندما يخترب x من 0 يخترب cosx من 1 ويخترب المقام بأكمله من 2 بناء على ذلك ستقترب قيمة النهاية من 0 على 2 ويساوي 0 وواحد ضرب صفر يساوي 0 إذن النهاية عندما يخترب x من 0 لواحد ناقص cosx على x تساوي 0 انتهى الحل موسيقى شكرا